موسيقى سي أحمد أحمد معك ميكرو ترونتسيس كونك رئيس الكاف بغينا تسريح بالزربة على الماتش ديال الويداد والتارجي باش نكونوا كلير بلما نكتروا الهدراك الويداد مظلومة و باش نكونوا كلير كتر انا راه واخا كنت حاضر ما تفرجتش كنت لعب باب جيانا والقجع ايه تبار كلا عليكم يعني كاتارجي كينا في التيران طبعا كينا كاتارجي كينا والفار ما كينش اشهد الابت اعودوا بالله كين علش ما كينش لا هو ما ختمش و علش ما ختمش نسوي تيري كوموند ولا شنو لا حسب ما قالوا لي حاكم الشرط بغي يشارجي تليفونو حايد البريس ديال الفار داك الشي لاش ما بقاش ختم دا بواش الفار ما ختمش ولا حاكم الشرط اللي ما عندوش باوربانك ابجوجة او الساد ايوة تبارك الله عليكم المهم دا بغي يتعاود الماتش الله عاودناه في يوتيوب و من اللي قرأينا التعاليق لقينا كل شي مقاطع تم ما قررنا نعاودوه في الواقع وشنو باللي كاف داك سيد اللي داير الميدالية في جيبوه او دي غيرت غالطات ليه مع الباج اما هو كان عارفوه كاي صلي ما يدهاش المهم قولي يجيبها ضروري راه باغينها ان شاء الله غادي يجيبها وراحنا حارسين تعلى الميداليات ربما يبدلوهم بالاليمينيوم ولا البلاستيك رك عرض توانسا شكرا لك ولكن صراحات هورت وعطيتهم الكاس بزر با نهار الماتش غير باش ما ينودش صداع ديك الساعة حيث عيطلي المقدم قال لي يعطيهم الكاس يدوزوا به العيد بينما بردو يرجعوه ومن هاد المينبار وبعد القرار ديال نهار العيد نيداء التوانسا يرجعو الكاس وما ينسوش الليدة شي ميداليات يردها كيفاش كالإحساس ديال تونس فاش قررتو تعودو المباراة هو إحساس صعيب خصوصا أنه نهار العيد نازدوزوا تسلم على العائلة والرئيس ديال ترجيض رجمع في الميداليات من عدل العابة شكرا سي أحمد أحمد مشاهدين برنامج ميكرو ترونتسيس بغيت نقول لكم رسميا ترجي سيشارك الموسم القادم في برنامج رامز واخذ الكاس إلى اللقاء شكرا